موسيقى موسيقى وبعد كل قتل وبعد كل ذبح وبعد كل تخريب وبعد كل تهديم وبعد كل اعتقال وبعد كل تعذيب نقول سكوت المجتمع الدولي نحن الآن لن نقول سكوت المجتمع الدولي سنقول إن المجتمع الدولي مجرم المجتمع الدولي شريك في هذه الجريمة نظام الأسد منفذ والمخطط هو المجتمع الدولي برمته الذين أسقوا الحكم المنتخب في المصر هم شركاء في هذه الجريمة هم الذين تليق بهم جهنم نسأل الله تعالى أن يريهم إياها في الدنيا قبل أن يرواها في الآخر جزاءاً وفاقاً إنهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبوا بآياتنا كذاباً وكل شيء وكل شيء أحصيناه كتاباً يا راكعين يا راكعين وراء الرمل في دعة لكم بأوطانكم عز وسلطان هل عندكم من أهل الشام نبأ أو خبر وأنتم الذين بأيديكم الإعلام وأنتم الذين ترون الدنيا ما يحفل أفلا تهين قلوبكم كما يقول العلماء ليس بعد الكفر ذنب إنها حرب معللة على الإسلام ليست في الشام وحدها في الشام في مصر في بورما في كل بلد يسفك فيه دم مسلم اللهم ألنا فيهم عجال بخطرتك اللهم ألنا فيهم عجال بخطرتك اللهم إننا نعلم أن هذه فاتورة ذنبنا فاعفو عنا وقد قلت يا أكرم الأكرمين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اللهم فاعفو عنا يا رحم الراحمين اللهم قد عدبتنا بما جرى يكبينا قد عدبتنا بما جرى يكبينا قد عدبتنا بما جرى يكبينا أيها الشعب السوري ارجع إلى الله اكفر بالعلمانية اكفر بالإنسانية آمن بالإسلام وحده آمن بالإيمان وحده لن نخدم أيتامنا على قوانين دولية سنخدم أيتامنا على ديننا وعلى قرآننا وعلى شديعتنا ولم نسمح لأحد أن يصدر إلينا دينا يصنعه بنفسه ليردينا به أيها الشعب السوري أنت شعب متدين وأنت شعب تعرف ما هو الدين وتعرف ما هو الإسلام فارجع إلى الدين الذي تعرفه قد عرفت فلزم يا نساء سوريا ارجعنا إلى الله جميعا ارجعنا إلى الله طوعا قبل أن نرجع إلى الله كرها اللهم حسن حالنا إلى أحسن الأحوال اللهم حسن حالنا إلى أحسن الأحوال وردنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة